قال وزير الخارجية التركي مولود ديشويش أوغلو أن تركيا لن تسمح بتعثر جهود إقامة منطقة آمنة بالشراكة مع الولايات المتحدة في شمال شرق سوريا كما حدث مع اتفاق للسيطرة على مدينة منبج السورية والذي تم تأجيله وجاء تصريحات أوغلو غدا تتفاق بين تركيا والولايات المتحدة على إقامة مركز عمليات مشترك في تركيا لتنسيق وإدارة المنطقة الآمنة التي ستشكل في شمال شرق سوريا ما أن هددت تركيا بشن عملية عسكرية ضد الأكراد في شمال سوريا أسرعت واشنطن للإعلان عن الوصول إلى اتفاق مع أنقرة يعم الغموض على تفاصيله وينص الاتفاق على إقامة غرفة عمليات مشتركة بين الجانبي التركي والأمريكي اتفاق يرجح أنه أسعف الأكراد وإستفز سوريا في الواقع قامت الولايات المتحدة بتأخير ذلك بعدة أعذار مثل الدوريات المشتركة لن نسمح بتأجيل هذه العملية أيضا يجب أن توضع موضع التنفيذ أما الجانب الكردي رحب بالاتفاق وسط تحذيرات صرح بها مسؤولون أكراد تشير إلى أن التفاصيل بالنسبة لهم أهم من العنوين كون الخلافة ما بين واشنطن وأنقرة حول مساحة المنطقة الآمنة تشكل صلب النزاع ما بين الأطراف وموضع قلق في الصراع الكردي التركي هذا ورفضت سوريا الاتفاق المعلن عنه الذي يستثني دمشق مالكة الأرض حيث اعتبرت خطوة أنقرة وواشنطن احتلالا لأرضها مطالبين الطرف التركي بالرجوع إلى اتفاق أظنة تساؤلات أمريكية تركية كردية وسورية حول مستقبل المناطق الآمنة شمال سوريا في قضية قيل أنها ستبقى عالقة لفترة طويلة بسبب مصالح أمريكية تركية من جيعة وأخرى أمريكية كردية لمحاربة تنظيم داعش من برقسل الإعلامي السوري ربيع الشعار أهلا بك معنا سيد ربيع أولا تركيا لا تريد تكرار تجربة منبج لكن يبدو أن هناك خلافات على قضايا معينة مع الولايات المتحدة بشأن المنطقة الآمنة ما هي أبرز نقاط الخلاف؟ تحياتي لكم والجمهوريكم الكريم تركيا هي اليوم تولى تشارك بالعدوان على سوريا وعلى الشعب السوري تركيا التي خزتت الشعب السوري أكثر من مرة منذ بداية سورته المجهدة حتى اليوم هي تعمل لتحقيق مصالحها القومية على حساب مصالح السورة السورية والشعب السوري المشرد المنكوب اليوم هي تهدد التوعد منذ أكثر من سنتين بإنشاء هذه المنطقة الآمنة هي لا تبحث عن الأمان للشعب السوري وإنما تبحث عن شيئين أساسيين الأول هو طرد الأكراد من على الحدود التركية الأكراد المسلحين طبعا بأسلحة تخيلة وأيضا طرد اللاجئين السوريين الذين تعتقلهم اليوم الشرطة من شوارع المدن التركية وتطردهم إلى مناطق مضطربة أو تحكمها لكن لو حددنا نقاط الخلاف على الأقل كان هناك حوارات بين مسؤولين في البنتاجون ومسؤولين في أنقرة وكان اتفاق أولي لكن لا تزال هناك نقاط خلافية ما هي أبرزها؟ نعم أبرز نقاط الخلاف بأن تركيا تريد دحر المسلحين الأكراد إلى ما بعد 30 أو 40 كيلومتر عن حدودها أمريكا تقول لا نحن ننشئ حدود آمنة 5 كيلومترات كمرحلة أولى ثم تتبعها مرحلة أخرى بتسعة كيلومترات هذا الأمر لا يرضي تركيا هذا الأمر تحديدا عرضته عليها عصابة الأسد وروسيا أيضا لتركيا ولكن أعتقد بأن الفيتو الأمريكي عن منع عصابات نزل من التقدم إلى أماكن سيدارة قصد هو الذي خرب هذا الاتفاق التركي في حال استمر الخلاف ولم يتوصل الجانبان في النهاية إلى اتفاق هل بالفعل ستنفذ تركيا عملية عسكرية شمال شرق سوريا؟ لا تتجرأ تركيا على فعل أي ارتكاب أي تحماقة لا توافق عليها أمريكا هي إذا دخلت إلى شرق سوريا رغما عن أمريكا ستصطدم مع أمريكا وهذا أمر مستبعد تماما يعني هم حلفاء منذ قديم الزمان ولا يتجرأ أي حزب حاكم في تركيا على مخالفة أمريكا كيف سيرد الأكراد في هذه الحالة؟ الأكراد أيضا هم لا يستطيعون فعل شيء بدون حماية أمريكية نحن نتذكر ماذا فعلته الخوات التركية وخدمها من ما يسمى من الجيش الوطني التابع للإتلاف الخائن العميل في غسل الزيتون في عفرين خلال أيام عددات طردوا قصد وطردوا الأحزاب الكردية وطردوا الحزب الإرهابي الكردي الذي يخترق قصد طردوه خلال أيام عددات من عفرين من منطقة كردية يعني عريقة بكرديتها طردوه خلال أيام عددات فأنا لا أتوقع أي مقاومة كردية أمام حرب حقيقية حرب تركية حقيقية أشكرك جزيل أشكر سيد ربيع الشعار الإعلامي السوري وقد حدثني من بروكسل